اهلا وسهلا ومرحبا مرة تانية ويعني افرجنا عليكم شوية لكن انا بصراحة يعني جايب لكم حاجة معايا واللي حضر معانا في شهر رمضان الحاجات دي ذكرنا بيها ونفسي اعرالكم جملة الجملة دي موجودة في دستور فرنسا اه فيها كلمتين اتنين شوفوا بس الصياغة وشوفوا الكلام الجميل علشان تخلي بالكم من الدستور اللي جاي ومن الجمعية التاساسية اللي موجودة وتكونوا صحيين واحنا عملنا اللي علينا وانت من حقك تعمل اللي عليك كما تراه انت خليني اقرالكم جملة يعني اروع من كده ما شفتش بس اه يعني نفسي نفسي تكون لها صادع عندنا وان الناس اللي بعملوا الدستور اه تزن على ودانهم وتخش في مخهم ويحطوها في الدستور بتاعنا وكل اه مرة هجيب لكم حاجة كده موجودة في الدستور يعني اه عايشة 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 بتطبق اه دستور تمانية وخانسين بيقول ايه توتسوسيتي معلوش هترجم لكم بس يا علشان ابق امين لازم ارهالكم عشان في ناس بيعرف فرنسا وفيقولك ده بيقلف لأ توتسوسيتي ضل كل في كل دولة ضل كل الجارانتي دوا نبق السوري في كل دولة ضمانات الحقوق غائبة ما فيهاش ضمانات للحقوق فصلة ما شماية ني لا سيبراتيون دي ترمي ني لا سيبراتيون لا سيبراتيون دي ترمينا وما فيهاش فصلة بين السلطات مالها سيدي فصلة ورغل يعني ما بيسموها نا بوان دو constitوشو كل دولة كل دولة ما فيهاش ضمانات للحقوق للحقوق بتاعت مين طبعا المواطنيين وما فيهاش فصلة بين السلطات محدد دي ترمينا نا بوان دو constitوشو يعني ما فيهاش نا بوان دو constitوشو خلي بالكم من كلمة بوان للناس اللي عارفوا فرنساوي ما فيهاش دستور على الاطلاق ما قلش نا با دو constitوشو يعني مش فيها دستور نافي لا دا عايز يقولك نافي نافي اطلاق ما فيهاش دستور على الاطلاق وما تكلمنيش عن دستور تور صبري انت سمعت الجملة ودي موجودة فيه مقدمة دستور 58 وانت عارف انه هو ما جابش باب للحقوق والحريات والحقوق والحريات موجودة فيه مقدمة دستور 58 اللي جاب فيها الدكلاغاسيون دودغوادلوم واللي جاب فيها مقدمة دستور ستة واربعية ايه تعليقك عالكلمتين دول لا ما هالأمور واضحة ما هو انت علقت عالكلمة انه مفيش على الاطلاق يعني ما تكلمنيش عن دستور زي ما حضرتك قلت طالما ما فيش ضمانات للحقوق وحريات المواطنين طالما ما فيش فصل بين السلطات بقى دول اهم ضمانتين عشان نيجي نقول ان فيه دستور في بلد وننقشه انه يكون عندي ضمانات للحقوق والحريات عندي فصل بين السلطات طبعا دي زي ما انت شاف حضرتك بتبقى غايبة عندنا ومشكلة الفصل بين السلطات وعشان كده دي جزئية مهمة جدا في النظام اللي احنا هنتبناء والمفروض اللاجنة الخمسين تتبناه هيبقى ترى نوع الفصل ايه فيه فصل ولا ما فيش فصل هو دي النقطة لابد ان يكون فيه فصل لابد ان يكون عشان كده يا حضرك انت شرط النقطة لابد ان يكون فيه فصل وإلا ما بقاش احنا فيه دستور حانتان الفصل هنا بقى مش مجرد زي بقول مجرد نصوص احنا عاوزين يعني النقطة في غاية الاهمية مش مجرد العبارات الانشاءية اللي احنا بنتكلم عنها احنا عاوزين تطبيق حقيقي على الارض للفصل بين السلطات دي اهم محمد ليك تعليق على الجملتين غير اللي قاله الدكتور يا صبري الجملة واضحة يعني وصريحة ان اي دستور ما بيدمنش هو وهريات المواطنين بتوعهم ده ما يبقاش دستور اساسا بالاضافة الى ان طبعا ضمانة الفصل ما بين السلطات دي دي ضمانة مهمة علشان هي اصلا في الاساس بتصون الحوى الهريات يعني حتى الفصل بين السلطات هو مش جاي في ذاته وانما بدونه لا ضمانة لحقوق والحريات وعلشان كده من غيره ما تركاء هو الوتد اللي بتقعد عليه الحقوق والحريات الفصل بين السلطات عشان كده انا انت شفته قابلي كده في الحلقات ان انا كنت مركز على الحقوق والحريات ليه لان الاجواب الثانية كلها خادم على باب الحقوق والحريات يبقى ايه خلي بالك الدولة اللي النص بيقول ايه ان البلد اللي او الدولة اللي لا تضمن السيغيه لا تضمن ما قالش تكفل وعلشان كده خلي بالكم من تكفل لان انا احساسي الشخصي ان عندنا كفالة اليتيم واذا كانت الدولة هتستخدم في الدستور بتاعها لفظ الكفالة يبقى احنا يتامة بالنسبة للدولة وبتمنى علينا الدولة واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط لانه من من الدولة لكن هنا النص بيقول تضمن تضمن يعني ايه تروح تلاقي الحق محطوط لك ومتغلف في حاجة نظيفة ويتقول لك شيل حقك وان ما جيتش طلبت بحقك تجيبهولك لحد البيت حد منكو سافر كله كسافرته وشفته مش نفسنا ده ولذلك لما تلاقوا تكفل اعرفوا ان احنا يتامة وملناش اب ولا ام وابونا وامنا هتبقى الدولة والدولة عندنا بتتكرس في رئيس الدولة وشوية بتوعه ويبقى عوضن على الله ما تروحش الطالب بحاجة لان اقفاك هيقمر عيش من كلمة تكفل ادي حاجة كنت جايبها لكو علشان تخطها في ذهنكو وتخلي بالكو منه كل شوية هنجيبلكو حاجة خش على المادة حداشر انا استا دلوقتي قافل لقيت نفسي تسدد تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة خلي بالكو بقى معانا احنا في الام والطفل والمرأة وشوفوا لجنة العشرة هم عندهم اطفال وعندهم امومة وعندهم مرأة كانوا بيدوها ايه وعايزين يدوها ايه خلونا نقرأ مع بعض على الشاشة قدامكم تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة فصلة ورعايتها خلي بالكو الفصلات دي يبقى على تكفل فهموا قراءة الدساتير وقراءة القانون بصفة عام تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة فصلة ورعايتها تكفل رعايتها فصلة والتوفيق بين واجبات المرأة نحو اسرتها وعملها في المجتمع تكفل ذلك فصلة ومساوتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية تكفل ذلك خلي بالكو لجنة العشرة جابت ايه اللي كان مرسي حطوا وعمتوا مش كنتوا عايزينوا وقامتوا بالثورة دون اخلال بمبادئ الشريعة الاسلامية ومساوتها بالرجال المرأة في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية انا معرفش الليه جايب ميادين حياة سياسية وثقافية واجتماعية مش في حاجات تانية طيب دون اخلال بمبادئ الشريعة الاسلامية جاي تعمل ايه هنا دي؟ انا معرفش رغم ان المادة اتنين بتقول مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر رئيسي للتشريع اشمعنا تحطط ديب مع المرأة والرجل وكأن المرأة ما عندهاش دين وبيفكروها بالدين ده انطبعات الاولانية استنوا ما انطلع لكم اللي فيه طب ايه خلينا في الفكرة الاولانية يا دكتور صبري قول بقى اه مزايا هذا النص ومساوئ هذا النص وما تقترحوه على هذا النص انا بس على بعض الامور تحركت على تقريبة المعظمها لكن انا زي ما قلت تحرك في باب المقاومات الاجتماعية انا بقول لحركة العبارة بتبقى غالبة الانشائية مفيش التزام يعني الفكرة نفسها مفيش التزام الفكرة لحركة يا سرطان تكفوا بالضبط تكفوا بالضبط كده معنا عشان قبل عليك دي مجرد يعني المهمة عندي هل انتقل الكلام ده له ترجمة فعالية في جزء اخر في الدستور وليكن باب الحق والحريات مش بس باب المقاومات ولا لا يعني دي معظمها زي ما حضرتك قلت عبارات انشائية واحنا قلنا اتفقنا ان عبارات انشائية وعشان كده هم يمكن مش مركزين على الجانب اللي حضرتك بتدور عليه تكفل ولا تضمن انهن الافضل يعني هم عاملين عبارات انشائية وطبعا من حق حضرتك كلامك طبعا مقنع في هذه الجزئية في مسألة تكفل ما المرأة ما عادتش موجودة بعد كده ولا الاموما ولا الطفول عادت موجودة بعد كده ده اللي جاي حقوق وحريات حاجة تانية خالص مقاومات يحاول يعني توجهات توجهات عامة كان بقى للمشرع القانوني فيما بعد انه يبقى عارف المقاومات اللي يبقى على المجتمع ايه توجهات مقاومات تلين اقول لحضرتك يعني انا مش هزتكلم كتير طالما بنجيب ارشادات وكل المقاومات طب ما نحطها في الحقوق والحريات الحاجات اللي امسكها في دي وبعد كده سيبك من المقاومات وبلاش والدستور يبقى حتة بتاع صغرنا جميل شكل حلو وخلاص ووطل منه عشان كده ده يمكن يتفل مع وجهة نظر لبعض ليقولك ايه انا مش معاه قوي بس اهو برضو مبرر انه الدستاتين مش عاوزين نصوص كتيرة اهو ده جزء اللي بيسميه انا ممكن زيقولك انشاء حشو كتير في الدستور بيكتر نصوص عالفوض احنا عاوزين حاجة ملموسة قانونية اكتر منه يعني ده لو كل ده يعني انتقل لباب الحلول الحريات في جزئية معانا بتقوله ده حقاها كذا بس محتش موجود ده ده جزئية الاولى اللي حضرتك طلعتها الجزئية التانية زي ما انت حضرتك عارف المسألة زي ما انت حضرتك دون اخلال بمبادئ الشراء الاسلامية معان احنا اتفقنا انه خلاص في المادة التانية مبادئ الشراء الاسلامية المصدر الرئيسي للتاشرية فاذا يعني عند حضرك حق في هذه الجزئية انه خلاص ما انكررهاش لانه خلاص موجودة في النص اخر برضو ممكن بس انت بقى ما جيتش لسه الجزئية التانية لسه 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 طيب قبل ما اتنقل لي استاذ محمد الانصاري الاستاذ عاطف من القاهرة بيشرفنا على الشاشة اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عاطف للاستاذ الدكتور والسادة ضيوفك الكرام اهلا وسهلا لي استفسار بخصوص مص الارهاب في الدستور او في القوانين التي ستصدر بناء على مواد الدستور هل الارهاب فعل مادي او فعل مادي او فعل فكري لاني هناك مص في الدستور كما سمحت من حضرتكم انه يمنع قيام الاحجاب على اساس ديني وده طبعا هيبعد الناس اللي هي لها فكري ديني من العمل بالسياسة او بصوله للسلطة لكن ما هو العمل بالنسبة للاناة الذين يعملون في مراكز تنفيذية ودور خطرهم يكون مضاعفا ان لم يكن اضعاف من يعملون في المجال السياسي فارجو من شرككم هل الدستور ينص على ذلك ام القوانين التي تصدر بناء على هذا النص في الدستور واشكركم شكرا استاذ عاطف والاجابة انت حضرتك جاوبت عليها يعني فيما يتعلق على فكرة هو في خطأ بس ببسيط في السؤال يعني انا طالما عارف الاجابة فبقولها وما بعرضش على الزمله علشان انا بخللهم الحاجات التقيلة اللي عندي لكن الاجابة على سؤال حضرتك سهلة جدا هو منع قيام الاحزاب ومبشرة النشاط السياسي على اساس ديني دينامرة واحد بس هما منعهمش رجال الدين زي ما حضرتك قلت انهما يبشروا السياسي لا يا سيدي هو بس انه هما يجوا يبشر السياسة ويسيبوا الدين في البيت او امور الدين في البيت لكن عايز يبشر السياسة مش محظور عليه ويأسس حزبه كل حاجة واهلا وسهلا البرنامج بتاعه يكون مدني ومفيش مرجعيات دينية ولا حاجة وبالتالي لو باشر ورح خالد ضهب ده يلغى الحزب دي قانون الاحزاب هيتولاه النقطة التانية اللي حضرتك قلتها بالنسبة للموظفين يا سيدي ده القوانين الحالية الحالية يعني مش هقولك استنى ما يجي الدستور يطلع وبعدين نشوفها يقوله هو ما قالش على الموظفين حاجة خالص على الاطلاق بالنسبة للحقوق والحريات دي بينظمها القانون والقانون الحالي اللي هو 48 يا دكتور صبري القانون اللي عاملين مدنيين في الدولة اللي 72 47 47 لا مش 47 8 47 47 48 47 48 بيمنع بيمنع مباشرة العمل السياسي بالنسبة للموظفين والحاجة التانية فيه الضوادي غزاغف اللي هو حق واجب التحفظ واجب التحفظ حتى ما يعلنش عن حاجات داخل المؤسسة بتاعته ولا يقول رأيه بما يجرح المؤسسات دي موجودة يعني لكن علشان تحذر على الموظف انه يباشر السياسة يباشرها خارج نطاق الوظيفة زي الطالب الجامعي ممنوع عليه داخل الجامعة انه يباشر الأحزاب والحاجات دي كلها من حقه بره انه يكون منضم الأحزاب لكن ما يجيش يخلي الجامعة أحزاب وفي نفس الشيء الموظف نفس الكلام ده الإجابة على سؤال حضرتك دكتور صبري في حاجة بيتها في حاجة هوا بيتكلم بس موسيقية تانية برضو اللي هو بيتكلم عن الإرهاب كلفز هو يقصد لوقتي بتجرمه الإرهاب هتجرموه في الدستور ولا في القوانين وهو دي نقطة يعني في حاجة في الدستور هتتكلم عن كده ولا النقطة التانية هو بيتكلم انه عاوز يقولك انه عارفين طبعا المجرم اللي هو بيرتكب أفعال مدية وبيقتل ويدرب ويعمل بابا على زي هو أمره ده بيقولك طب هو عاوز يقولك بقى المعناوي هو جاب لفظه حتى المعناوي ده اللي هو اللي هو لأ ما هو برضو ده مجرم ده مجرم داخل في المشتراك داخل في الاشتراك داخل في الاشتراك في المساهمة ده ده أيضا مجرم بس أنا بطمنه انه في الحالتين داخل في المساهمة الجنائي داخل في الشق الجنائي فطبعا ده وفي الغالب طبعا القوانين اللي بتتكفل بدا كله تمام أستاذ محمد الفقرة الأولى النامية المادة 11 ليك حاجة عليها يعني أنا شايف بس هاي العبارة اللي هي علاقة بدون الإخلال بالشريعة الإسلامية ده تزايد مالهاش حاجة عندك احنا قلنا بقى تكفل وخلاص انشى زي ما الدكتور صبري يعني أرافه من دلوقتي وأنا متفق تماما مع سنعلم بعدكات انها تكفل بقى لا احنا قلناها مش كده بس لا ده الدكتور صبري اضاف اضافة جديدة وهو انه باب المقومات يعني ولوين ولوين يعني عندك المادة 8 فوق وتلتزم الدولة بتوفير فبدأنا نحس ان كلمة تلتزم بدأت تدخل شوية حتى في باب المقومات لكن الصفة الغالبة خلينا ما نبقاش دقيقين قوي قوي الصفة الغالبة لها انها انشائية وان العبرة عندي باب الحقوق والحريات لو لقيت الحاجات دي تم فكها بحقوق وحريات اهلا وسهلا ما لقيتهاش يعرفوا ان دي ما لهاش اي معنى وانها مجرد ارشاد للمشرع يعني وان كان اتفضل يا سيد محمد يعني خلاص احنا في مادة اتنين بتكلم عن الشريعة الاسلامية نعم مش اعبقوا كل شوية في كل مادة وخاصة اخلال بمبادئ دي جاب كلمة مبادئ طب ما هي موجودةف المادة اتنين جابائل هنا ليه بتذكر المرأة بيها ليه يعني وهي الشرع الاسلامية مضرر للمرأة والله يعني دي تجرك بذلك يعني يقولك دون اخلال بين مبادئ طبما انت suits للمبادئ الشرع الاسلامية المصدر الرئيسي الى التشعات كلها على الرجال والنساء لما جيت في بند المساواه بين المرأة والرجل قلت دون اخلال مبادئ الشرع وكأن المرأة في الشرع الاسلامية يلا بلاش نقول كلام تاني لأنه بصراحة زهأتونا دون إخلال مبادئ التزايد ده مغازلة أكتر للطيار الديني نحن نأكد على وجود الشريعة الإسلامية في الدستور هي موجودة من دستور 71 ده اسمه تزايد التزايد دلوقتي ليه علشان خاطر فيه خوف من شيل المادة 19 فإحنا بقى نوعد نقل شوية دي موجودة من دستور 71 بس هما سبوها ليه كانت في دستور ليه لتسابت مش عاوز لزاعة للناس أكتر مش عايز لزاعة للناس من 71 الفقرة التانية في المادة 11 دون أنتوا حاسين أن أنا سريع معلش هنتفاول مع عزرت القناة بعدين عايزين نستفيد منك فيها وتول الدولة عناية فاصلة وحماية خاصة للمرأة المعيلة فاصلة والمطلقة فاصلة والأرملة وطول الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة أنا جاي في ذهن دلوقتي حيالا مقارنتها بالمادة اللي احنا بنتكلم عليها المساوى وتكافؤ الفرص طالما حماية خاصة يبقى فيه دميز طالما حماية خاصة بقى يبقى فيه دميز يعني جاي في ذهن دلوقتي طالما انت بتعمل لها حماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة بس ما هيش في المركز القانوني للمرأة اللي مش معيلة ولا مطلقة ولا كذا يعني وبالتالي ممكن هتنشي لها مركز قانوني خاص يعني ممكن يكون لها باعتبار ان هي ضعيفة في الحالات دي معيلة ومطلقة وأرملة وبعدين ايه معيلة ومطلقة مش مطلقة واخد عشرة مليون من جزها مثلا والتعويض يعني والأرملة وورثة عزب وحاجات يعني دي مش هتقول للدولة لا يعناها خاصة هو يقصد اللي هم محتاجين يعني زول حاجة وبالتالي عشان كده احنا قلنا ده توجيه للمشرع بقى يعني المشرع هو اللي بينظم الحالات دي طيب أستاذ محمد وتقول للدولة عناية وحماية خاصة تعرف تقول المعنى بالعربي يعني يعني أنا أنا مش وتقول للدولة عناية وحماية خاصة يعني يعني أنا أنا مش فاهم معنى العبارة يعني ايه هي مقصود بكلمة العناية طولي طولي يعني زي بتهتم الدولة بـ بنفكر فيها يعني يعني معناها ان احنا بنفكر عقفر على تكفل ايوة ايوة يعني تكفل طولي لكن في المادة تمانية كان تلتزم الدولة وهنا تكفلت خلاص احنا طيب نخش على المادة 12 المادة 12 دي نوع كفية كتير ايه العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ايه تكفله هو كان في الاول بيجيبها في اول الجملة حتى دلوقتي بي ايه من كتر حياء المشرع الدستوري او اللي اقترحوا راح مدخل تكفل جوه قالك يمكن تعدي ايه العمل حقه واجب وشرف تكفله الدولة نقطة ولا يجوز فرض اي عمل جبرى للمواطنين الا بمقتدى قانون ولا اداء خدمة عامة وبمقابل عادل طيب انت عندك كلام كتير في المادة دي عايز تقول لي يا رسول محمد بالنسبة للفكرة الاولى يعني انا مش شايف انها ممكن تتحطب باب المقاومات الاجتماعية والاخلاقية اه هي طالما هو حقه تتنقل لباب الحق الحرية اه بكويس انا الملاحظة الملاحظة التانية ان مفيش الاتزام واضح على الدولة بكلمة تكفل لما نيجي نبص على العمل مفيش حماية اصلا لحق العمل في مصر يعني المانيجي نبص للدستور البرازيلي وتنظيمه لحق العمل عامل مادة من 16 بنت عشان نظم حق العمل في الدستور في الدستور كويس علشان يحميه من خلال الحد الادنى والحد الاقصى وعلشان يحميه من الفصل التعسفي علشان يحمي حقه في الاضراب وتنظيمه وهكذا لكن ما ينفعش ان انا اقول كده العمل حقه خلاص لأ تنظيمه انا عندي في القانون 12 لسنة 2003 هو من اسوأ قوانين اللي اتعوطعت لتنظيم حق العمل طيب مهو في مادة هنجيلها بعد كده انه يقولك اي حقوق ولا حاجة لا يجوز المشرع ان ينتقص منها او يحدها ومن ثالث المشرع بينطقص مهو خلاص لا ما كانش النص ده موجود كان موجود في 2012 وبعدين خلوا النص ده موجود دلوقتي في المسودة اللي تحت ايدينا فلربما ده يكون توجيه للمحكمة الدستورية بعد كده وللمشرع بالدرجة الاولى وفي المقام الاول انه يعني في ضوء انه حق المفروض ما تفرغوش من جوهره ولا كذا واتنظمه بشكله رغم ان كلمة العمل حق كانت موجودة في 71 بزبط نفس المجد في النص دوك هالجديد انه بوجه المشرع اللي هو الحريات اللي صيقة بالشخصية لا يجوز على الاطلاق الانتقاص منها وانما اضافة ضمانات لها اهلا وسهلا اما باك الحقوق والحريات فليس للمشرع اثناء تنظيمه ان يعتدي على جوهرها واصلها هنوصل لها المادة دي بالزبط الفوضها يعني فربما انه يكون هذا توجيه للمشرع حتى في ذلك المادة اصلاح انت بتقولها 19 بند ولا حاجة وانحطها في الدستور أنا مش بقى يعني بديستور خاصة بحق العمل تنظيمه ازاي يعني خوف الدولة على حق العمل وعلى حرصها على العامل في مواجهة رأس المال عاملة ازاي طب حنشوف في باب الحقوق والحريات ماذا ايه ماذا ايه انا بس في اه المادة اللي هي بتاعت حظر الانتقاص من الحقوق والحريات وكلام ده كله ما دي ما بدأ مستقر عليها في المحكمة الدستورية لكن ما كانش نص دستورية لكن ما كانش نص دستورية دي ما بدأ مستقر عليها ورغم كده بيقوم المشرع المصري بالانتقاص من كل الحقوق والحريات كان المادة 68 ايه الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاص دي بالنسبة لإيه اللصيقة بشخص المواطن وبعدين ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلاه وجوهر طالما انه حق يبدأ دي ما كانتش موجود ما كانتش موجودة بس مش كل نزاع كان بيروح للدستورية مش كل نزاع كان بيوصل للدستورية وهيبان ازاي الانتقاص من الحقوق مجلس الدولة نفسه يطبق ماشي والقضاء العادة هيطبقها لانه هو المختص من نزاعات العامة فاصبح النص ده ما نيجي نتكلم بقى تفريغ الحق من المضمونه ده هيبان كمان في المندة 14 لما نوصلها الاحالة طول الوقت للقانون ماشي كلمة حق وبالا حدك العمل حق وواجب واشرف ده ما بيتطبقش طبعا بقى كانت حدك بتقولها فواحدة بسبعين كان موجود ما بيتطبقش نفسك كلمة ما بيتطبقش ده بدليل بقى انه الناس ده ما حدك عارف وده كان سبب انا قلت سبب من اسبب الناس العبقرة اللي كانوا اشاروا على مبارك بوقف تعيين من الناس الموظفين ده الخراب اللي حل بمصر يعني مع احترام الكل النظرات السياسية ولا الاقتصادية لما بدأوا الناس ما تتعينش في الحكومة هو ده الشاب بتعطل بالملايين عشان كان الناس اواضي اهم نص ده سبب كارثة بالنسبة وده مرتبط بالنظام الاقتصادي بقى بالضبط ما هو بالضبط بالانتقال من الاشتراكي الى السوق الحر ده جزية تانية بقى اللي كنت اتكلم عنها انه ايه منتش عاوز زي ما دلوقتي الشاب يطالب والبعض قال عاوزين بطالة بقى مش هتشغلني منتش قادر الديني بقى عشان قادر اصرف عيش وبعدين برضو سؤال سازج شوية هو حق في مواجهة من يعني بقولي العمل حق طب اروح لمين واقوله الديني حقي في مواجهة مين يا دكتور صبري في النص ده سؤال وجيه يعني انا ما نشعر وفي مواجهة الدولة كلها بقى الدولة ده بالنسبة لك انت حق شرف تكفله الدولة مفروض الدولة تكفل تكفله مش تلتزم بي مش تلتزم وانتضمانه بقى المفروض صبري عاد بيدحك معنا هو من كتر السخية ما عادش ماسك نفسه لانه انا اعرف انه ما بدحكش الا وقت اللزوم يعني عندما يكون الامر يستحق الضحك لكن ده مش ضحك على فكرة ده هو قلبه بيبكي على ما اعتقد يهاني وانا هو ما انا بقول لحدك ده الدمار يعني قلولي يا جماعة العمل حقه واجب وشرف تكفله الدولة يعني الحق في مواجهة الدولة والعمل مش الوظيفة العامة خلي بالكوا لسه فيه نصة هيجي على الوظيفة بعد كده اذا العمل في القطاع الخاص او في القطاع العمل العام او اللي بيتسموه في الدولة دي ما عرفش بس اللي مش لقي شغلي يروح للدولة يقول لها فين حق في العمل فالدولة تقول له انا بكفله انا ملتزمتش بيه بس دي على فكرة جميلة جدا ولا يجوز فرض اي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون اه ولا اداء خدمة عامة وبمقابل عادل طبيعا ليك تعليق عليها دكتور سابري ليك تعليق عليها طب انا ليه تعليق اه انتو عارفين فرض العمل جبرا يعني سخرة بس السخرة كان مالكش اجر لكن هنا هيديك تعويض بس غصبا عنك عجبك مش عجبك هيفرضوا عليك النص بيقول الا بمقتضى قانون يعني هي دي ده سؤالي بمقتضى قانون هل قال ليه ما قالش الا بقانون وقال بمقتضى قانون يعني القانون يطلع يجيزه للاخرين لوزير انه غصب عني يكلفني ان انا اشتغل مراسلة في بيته وبتعويض عادل انا لو اداني كنوز الارض كلها مراسلة اشتغل في بيته فقالك القانون خولني لكن انا كان نفسي الا بقانون فمعرفش ايه رأيك يعني انا طبعا ضد فكرة العمل الجابري لا ده لازم في الدولة على فكرة يعني احيانا زي تكليف العطباء وزي المعيدين بس نمتزم بقى بالمعايير اللي وضعاتها منظمة العمل الدولي يعني خلي بالك القانون هيجي بس انا مشكلته كلها مش القانون اللي هيجي ده بقول مقتضى مقتضى القانون فهل نقترح ايه بو اوضح مش الكلمة ده مقتضى الا بقانون بالاجماع ولا حد اللي رأي مخالر بالاجماع يا سامح ايه يبقى هنقول ولا يجوز فرض اي عمل جبرا على المواطنين الا بقانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل يعني ايه يعني الجهات واحد يقول له وكل موزير يعوز يفرض عمل هيروح يجيبه قانون مجلس الشعب لا يطلع قانون يجيزه لجهات معينة هي القانون نفسه ويبع معايير واحنا نمشي عليها كلنا سوا ما يقولش بمقتضى قانون يبقى انا العمل الجبري انا خضعت مباشرة الالتزام قانوني وليس بمقتضى قانون يبقى يدي سلطة تقديرية للوزير ولا رئيس الجامعة ولا كذا والله انا النص الداني لكن النص نفسه يبقى احنا متفقين ولا يجوز فرض اي عمل جبرا المواطنين الا بقانون واصل البعض هيرد تاني يقول لك وانا كل مرة هرح اجيب لك لا يا سيدي يطلع القانون ينظم الجهات اللي محتاجة عمل جبري ايه المشكلة يعني وكل من عوز نرتب يعني لكن بمقتضى وانا قلتها لكو قبل كده يعني خلاص ولا يجوز فرض اي عمل جبرا المواطنين الا بقانون ولاداء خدمة عامة ده شرط اهوة وبمقابل عادل اوكي المادة 13 اهي جات في العمل وبعديها الوظيفة العامة الوظيفة العامة حق للمواطنين فاصلة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب قد التكليف جه في فرض العمل جبرا وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب فاصلة وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب فاصلة ولا يجوز فاصلهم بغير الطريق التأديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون تور صبري يعني برضو شايف النصين دول قريبين لو يعني كانوا يدماجوا في نص واحد كانوا يمكن يبقى افضل بس ده عمل وده وظيفة عامة فجي هنا بتكلم والعمل برضو بصورة عامة بتكلم عن يشمل الوظيفة العامة يعني نص العامة هنا مادة 12 شامل الوظيفة العامة هنا اللي موجودة نعم بلحدة ده ممكن تنظر يعني لكن هو حاب يدي نص يمكن عشان الجزئية التانية بالزبط كده عشان الوظيفة كمان وعشان الجزئية التانية اللي هي طبعا في فترات سابقة ده ما نقول من دستور 71 بالمناسبة يعني برضو نعم يعني برضو عشان الناس تبقى فاهمة والاستاذ اللي كان الآن من دستور جديد ولا مش جديد مواظم 2012 سيزار لطيف اه الله كويس مواظم 2012 كان نصوص دستور 71 بس غيروا ببعض المسميات والمصطلحات ويعني وكده فهي نفس الحكاية منقولة من دستور 71 برضو يعني نعملين الهو عشان الناس تبقى عرفها وده اسم دستور جديد عشان الناس ما تقلقش بس لان الناس ما فكروا دستور جديد يعني من الف لليا لازم بيقوله جديد لا لانه المانا يعني لكن نفس الفكرة والضمانة اللي جاد في الدستور وده ضمانة جيدة مكررة هنا اللي يجوز في اصلهم بغير الطريق التأديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون اه فبرضو حضرتك هنا اللفظ انت وقفت عنده كتير تكفل على فكرة هوت نفس المادة 14 71 بالنص بالنص عشان كان الناس لازم تعرف واشوف حضرتك عمين ننقلوا في الاحوال الناس الوظافة العامة حق المواطنين وتكتف هو محقه على مين يعني هناك عملنا دستور جديد عملنا دستور جديد مين انت اساقت الواحد والسابين انت جبت واحد والسابين معظمه الجيد واساقت بقى بعد كده انت من المعجبين بدستور واحد والسابين اه رغم انه ما مش احنا اللي عملناها بس بس لازم ندافع لاننا طبعا حضرتك بندرسه بصورة يومية في عيوب طبعا مشكوة فيه وانتقادات وقلنا كتير فيه وفيه كان محتاج تعادلات ازاي اقسر من عيوب اه مع الله انه رحلتك ده اللي تأتي السطور ده اللي تأتي السطور ده اللي تأتي السطور في مجال الحقول حريات تحديدا اه يعني قالوا ايه زي ما حالك دوات هسا عنا بنتكلم وعملنا نتكلم في نص بنقوله كذا كذا الا بالقانون لابد ان القانون يتدخل لابد انما الاول كان يقولك لازم القانون لا النصوص الدستورية لازم قانون يتدخل هنا القانون يتدخل اللي بعدها القانون يتدخل الناس خايفة من القانون ليه لانه البرلمان البرلمان كان في فترة سابقة مزور فالناس خايفة مش بمسنوهمش وفي فترة تانية زي ما انت شايف كان فصيل بيساتر عريف الناس خايفة فعشان كانت ناس خايفة من البرلمان لكن لو احنا عندنا برلمان حقيق وانتخابات حقيقية وبرلمان بيعبر عننا مش هنخاف خالص ما يعملوا كل حاجة بالقانون وزي ما انت حالك عارف في دول ما عندهاش لساتير لأنه كله هو الأساس فاحنا خايفين عشان التجارب بتاعتنا الماريران البرلمان ما بيمثلناش هاي دي مشكلة إنما لو بيمثلن هنخاف لي ما هم دول بقولوا اللي احنا عاوزينه وما فيش مشكلة استاذ محب يعني لما كنا بنتكلم في المادة 12 عن الفصل العمال وضمانة لما تيجي تبص هنا في المادة 13 يا دكتور هتلاقي إنه هو بيدمن ده طب ايش معنى العمال اللي في الدولة بيدمن ايه بتكفل لهم بص إيه اللي هم لايجوز فصلهم غير بالطريق التقديبي وحد التح كلمت عن موضوع الفصل وطريقته لكن بالنسبة للعمال في أي قطاع تاني ما عملتش ده كويس علشان ما ترهبش المستثمر أو صاحب راس المال وتقوله إن في قوانين بتكفل العمالة حقها في ده لكن الدولة هنا يعني أنت عصدك تضيف حاجة يعني إن المادة 12 تسمح باقتصاد السوق الحر اللي فيه الفصل سهل جدا وده موجود في أوروبا على فكرة يعني بك بس مقابل طبعا هو فصل عادل يعني يقولك أنا ما منتاش لزمني وأنا بقفل المصنع وتفضل أدي تعويض شهرين 3-4 حسب الاتفاق ما بين السنديكال اللي هي النقابة والحاجة اللي دي لكن هنا لأن ده موظف عام خلي بالك ما هو موجود في فرنسا برضو أوكي إنه الوظيفة العامة شيء والعمل في القطاع الخاص شيء حقا أخذي لها ضمانات ومزايا بس خلي بالك ما هو الوظيفة العامة بيخدش المرتبات اللي بيخدها في العمل الخاص بس مش معنى ده ما حافظ على العمل في القطاع الخاص أو في أي قطعات خارجها لا وأنا مع حماية العامل ومش معنى أن أوروبا بتطبق الفصل للعمال أو انتهاء عهود الأمل بمدة مؤقتة فأنا أبقى حابب ده يعني أنت عايز تضيفيه عشان بردو أقولي أن لا يجوز الفصل التعصفي في القطاعات وهو ده محظور أصلا في كل القطاع لا موجود كلمة تعصفي الفصل التعصفي لكن هي قصة كلها إنه في الآخر هو محظور بس أنا بديك شهرين عن كل سنة وفي الآخر سلام عليك ويبقى أنت عند حردك عامل عنده 40 سنة ولا 50 سنة بياخد 2000 ولا 3000 جنيه في الشهر في الآخر هياخد تعويض عن شهرين عن كل سنة بقضاهم في الخدمة وخلص الموضوع على كده طيب ماشي لا أنا ألزمه لو كان الفصل التعصفي أو ألزم صاحب العمل لو كان الفصل التعصفي إنه المحكمة ترجعه تديره الحق في العودة للعمل مرة أخرى طيب دكتور صابري في حاجة في أنا عاوز النصين أن أعملها بصولهم لأننا حسنا بقول لهم فيهم نوع من التكرار يعني لو كنت شيلت أصلا العمل الحق وواجب وشرف تكفره الدولة هو العمل ده اللي هو بيكفله هنا يعني مش هو الوزيفة العامة يعني بقول العمل حق أي الحقي من، وهو ده بقه اللي احنا نتكلم عنه إنه انت توظفني نه هو من الدولة إنما العمل في القطاع الخاص ما مش بالنسبة لله تاعلاقة خاصة بيك بقى تلاقي شغل لا bastلاقي الشغل عند القطاع الخاص ده موضوع تاني لكنه اللي بيكفره لكداولة اللي هو الوزيفة العامة ده واللي انت عاوز مني منه بطالة زي ما شغلتكش هو ده إنما العمل بتاع الحق العمل الحق ويجب وشاف شاف إن دي لو اتحزفت كلها على بعضها ما فيش مشكلة ويبقى عند النص وارح نقول لقى جوز فردة أي عمل جبرا يعني النص ده يبقى الوحده إنما كلمة الوظيفة العامة هنا بتغنينا عن كلمة العمل حق لإن إزاي إحنا فسرنا الوظيفة العامة الوحدة اللي خاصة بالعمل اللي في الحكومة يبقى العمل النص ده ما باشمالش العملين في الحكومة باشمال اللي همه في القطاع الخاص طيب يعني فيه مغيرة هنا في اللقص أنا فهمت جدا اللي بتقوله بس أنا ليه اقتراح عليه هو العمل حق تكفله الدولة قد يكون في المشاريع الخاصة بالدولة وليس بالوظيفة العامة وبالتالي النص هنا محتاجينه لإنه الدولة مش كل اللي عندها موظفين يعني عندها متعاقدين عندها مشاريع خاصة عندها موال خاصة عندها كذا تي مش وظيفة عامة لكن هنا الوظيفة العامة بمدلولها الدية دي الضابت كده ولذلك إحنا العمل هناك آه 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 ايه رأي حضرتك ماشي ما اعنا بقول لها حضرتك بس دي أمور عاوزة ايه زي بقول لها حضرتك دقا مش أي حد هيدرك اللي احنا بنقول ما احنا مالي القناة جايبانا ليه وجايباك ليه وقالوا للدكتور صبري لو ما جاش حناء في البرنامج قلت يا نهار مش فايت يا الدكتور صبري وهو وعدنا الراجل آه وإحنا في الآآ يعني إن السبت القادم حيكون معنا لأن الثلاث بيبوا شغل طيب بيدحك لأنه مش جاي طيب بس أنا ليه ملاحظة على المادة 13 آه يعني معليش شي يعني الوظيفة العامة حقه المواطنين حلوة وتكليفه للقائمين بيها وتكفل الدولة حقوقهم حقوق الموظفين تكفلها الدولة ما بلاش بقى وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب طيب أنا ليه صياغة أخرى لمادة ركزوا في الوظيفة العامة حقوق المواطنين فاصلة وتكليفه للقائمين بها لخدمة الشعب ما هيش لخدمة حد أدي اتنين وتكفل الدولة قيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب معايا دكتور صبري معايا محمد تكفل عايدة على قيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب وبعدين فاصلة وتضمن حقوقهم وتحميها كويس ما هيش مشكلة لأنه إيه تكفل الحقوق دي أنا عايز حاجة تضمن حقوقين لأداء الدولة فأنا روحت واخد المادة وخدت الحقوق وحماية الحقوق بالضمان وجبت الكفالة لقيامهم بأداء واجباتهم إيه رعيكم في الصياغة دي؟ طيب يبقى يا سامح الوظائف العامة حقه للمواطن كذا وتكفل الدولة قيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصلحة الشعب فاصلة وتضمن حقوقهم وتحميها فاصلة وبعدين استنى وقف معايا شوية يا سامح ولا يجوز فاصلين بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال اللي حددها القانون أنا بصراحة جسمي بأشعر من الفصل بغير الطريق التأديبي وكفانة من أيام عبد الناصر الفصل بغير الطريق التأديبي ليه ما نخليش الفصل كله تأديبي ده ما ناطق وانت بالذات يعني اللي هو خيره ما انت حدث في هذا المجال لا أنا بكلمك بكل إخلاص لأن أنا قاريت لك كتير جدا يعني هل انت السمقتنع في بلد النهاردة في 2013 ودولة قامت فيها ثورتين إنه أفصل موظفين فصل غير تأديبي يعني يجي الصبح كده انت مصبحتش طب يلا عفاك بالسلامة روح بصورة يومين خاصة احنا مين؟ احنا مصريين ارفع راسك انت مصري يعني ايه يجعد الرئيس ويحط السجار في ايده هو انت مالك النهاردة كده طب يروح ما تتزمناش هنلغي الوظيفة احنا نقول له الكلام ده بصورة يومية نفس العبارتين لحضراتك هل يا جونز يا دكتور سابريني في النهاردة في الدستور نحطها اه ولا نشير الفصل غير التأديب ده وكفانة بقى فصل غير التأديب اه وده الأفضل طبعا ده حصل تطهير في عهد عبد الناصر بالفقرة دي على فكرة اه بالفقرة دي تطهير في الوظيفة العامة اه معكيد اه وإيه كمان وإيه كمان وخليني بقى صريح تب تقول لي انا جريد لا هي الجرأة فين وانا فين اه لا صحيح اه ما انت لو سبت دي وجه الرئيس اللي في بالي خلت بالكم خلي بالكم هيجي يقولك كل من عنده دأنو كان اخوان من قريب او بعيد ما يجوش الشغل بكرة احنا مدينهم اجازة مفتوح ويجي واحد تاني ربنا يكرم في باله كل واحد مسيحي بصراحة انا ما عنديش غير اتنين تلاتة بصراحة ما تلزمونيش يعام فين الفصل التأديبي يعام فين انت عارفين التأديبي يعني ايه التأديبي يعني معناها ان انا حاوله التحقيق واشوف التحقيق انت مظلوم ولا مش مظلوم وبعد كده يخش على سلطة توقيع العقاب وبعد كده اطعن واعمل الفصل غير التأديبي فيه طعم بس تروح القضاء بقى وفي النهاية ما بتاخدش إلا ما هو خلي بالك فصل غير تأديبي المحكمة مش هتلومه هتقولك خلاص بس خد تعويض وهو مش هتتعويض من جيبه تب الله عليك يعني انا بصراحة يعني مش مقتنع في بسطور ده انا مقتنع بالانت بس لازم معرض نوجة النظر التانية لان انا ما قلت الكلام ده اترد علي بالكلام ما تقول للشعب الناحية اللي بيعترض بكده بيقولك لا ده هو اصل التأديب ده سلطة من سلطة رجل الادارة والرئيس الاداري واخديني النموذج على ده بالنموذج الامريكي من نموذج الامريكي اه تحديدا هتناقشت في الجزئية ده كتير الامريكي ده لا واخدينها اللي هو سلطة في التأديب يا طارد نعملها زي ما حركش زي ما اننا عارفين مجالس تأديب او محاكم تأديبية ولا ده سلطة الرئيس الاداري احنا عاملين نعمل الخلط شوية فيها هم هناك بقولك لا هو زي ما قلت حدرتك كده سلطة الرئيس الاداري وبالتالي من حقه بعد كي يتعن هو في هذا بس خلي بالك انت عارف مش خلي بالك ده انت اللي عارف انه الفصل بغير التأديبي يعني معناه انه ما يمرش على تحقيقاته ولا اي حاجة بيعتبر ان دي اصلا مهمة الرئيس الاداري انا بعرف محمد جيش شغل ولا مجاش شغال كويس ولا مجاش فممكن نفصله هو حقه يروح يتعن قدام القضاء بس على فكرة الامريكي موضوعي بيدور على ان الراجل ده جه ولا مجاش طناش ولا مش طناش لكن ده واحد مثلا خطب بنت المدير وما ودهاش فندق بدرجة تليق به يقول له صبح ما تجلناش انا بكلمك بجد انا عشت الحاجات دي انا عشت الحاجات دي رغم في الفصل اللي هو التأديبي يعني ان كان سبب الاحالة للتحقيق حاجات شخصية وغريبة ودخلة في التحقيق فيما بالك في الفصل طب مش نستنى ما نتعلم الديمقراطية شوية ويبقى لنا حقوق وحريات وبعد كده ابوهات الفصل اللي انت عايزينه يعني انا باقترح ان احنا معرفش انت معاها ولا لا لان احنا مش في النظام الامريكي وانما انا عارف الشعب المصري هو ايه ورجل الادارة في مصر هو ايه وسلطاته بيسي استخدام الاختران هو ايه ولذلك انا باقترح معرفش ان تتشال ولا يجوز فصلهم بغير التاريخ التأديبي خالص تتشال بالمرة وتخضع القعدة العامة طالما ان المشرع شالها معناها ان ايه لم تعد موجودة خلاص ما هو لان ده ترس دستوري كانت موجودة عندنا على طول فكون انه ما يجيبهاش معناها انه ما عادش فيه فصل بالطريق غير بالطريق التأديبي انت موافق معي او لا انت انت بتقول انا قلتها اه انا قلتها يعني موافق اه اه مفيش مشكلة هي دي المادة اللي عندنا يا سامح يبقى نلغي ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي ويريتك تصيغها وتوريها لي قبل ما اطلع فاصل اللي انا قلتها الوظيفة الوظائف العامة حقه للمواطنين وتكليفه للقائمين نبال خدمة الشعب وتكفل الدولة قيام بها ده واجباتهم في رعاية مصالح الشعب وتضمن حقوقهم وتحميها نقطة وبراظو عليك وفاصل ونخفف شوية على سادة المشاهدين وانا بشكرك على الاغنية ياريتك يكون في احلى منها شوية او حاجة تانية كمان يعني علشان نهد الجو والمسائل هتحلى يعني شكرا يا سامح وشكرا لسادة المشاهدين ونعود ان شاء الله بعد فترة قصر